اشتركوا في القناة ولكن لما نيجي على الارض الواقع هل فعلا ده حقيقي؟ هل فعلا الناس بتحترم الانسان اللطيف وبتعمله حساب؟ العالم من حواليك مش وردي زي ما كنت معتقد وانت طفل الخير دايما بينتصر على الشر ممكن ده يكون حقيقي ولكن في الافلام مش في الواقع انت محط بناس لو شاموا منك ريحة ضعفك او سزاكتك مش هيسموا عليك مش هيستنوا حتى لحظة واحدة علشان يحاولوا ما يستفدوش منك باي حاجة وده مش هيكون بطريقة او بشكل مباشر ولكن ممكن يكون من خلال التلاعب النفسي ومش لازم يبقوا علماء نفس علشان يقدروا يعملوا حاجة زي كده خلينا وضح لك الصورة اكتر من خلال مثال في بداية تواجدك في اي مرحلة دراسية جديدة او نشاط جديد هتبدأ تتعرف على ناس هتلاقي مجموعة من الاصدقاء وافة هتروح تتعرفهم بنفسك علشان تحاول تكسب ثقاتهم وتكون صداقات جديدة كلهم هيبدأوا يرحبوا بيك بحرارة ما عدا واحد فيهم هتحس ان هو مش بلعك مش نزله من زور هيرحب بيك اي نعم ولكن مش بنفس درجة الحرارة اللي رحبوا بيه اصدقاء اللي وقفين معاه وبعد شوية وقت من الراغي وان ان انت تبدأ تتعرف عليهم اكتر ويعرفوك اكتر بتلاقي الشخص ده بيطلع فلوس من جيبه وميل عليك وقالك معلش يا غالي هتاقل عليك اتلافالي علبة سجير من اول الشارع اصلا انا بعيد عنك مش قادر احرك رجلي وبما ان لسه الهالة الوردية اللي موجودة علي عينك لسه ما تشالتش ومتعلم انك لما تكون لطيف وخدوم مع الناس وانك ما تكسفش حد فبتوافق بحسن النية بتحسس ساعتها ان الكلمة لا تقيلة علي عدسانك وان الموضوع قاعد يعني انت قدوبك تتلافع علبة سجير من الجشك اللي على الاول الشارع ساعتها بتوافق وبتروح تجيب له علبة السجير اللي حصل ده زفت ومهما حاولت تتخطر موقف وما تفكرش فيه علشان ما تحسش نفسك ان انت استغلت بشكل ما فبتلاقي ان ما عندكش اي مبررات قوية غير انه تم استغلالك فعلا اكيد يعني الشخص ده رجله مش وجعاه لدرجة انه هو مش قادر يتحرك ميت متر يجيب علبة السجير بنفسه ولو هيطلب حاجة زي دي من حد المفروض انه هو ما يطلبهاش منك انت هو حرفيا لسه متعرف عليك ومفيش اي عشان ما بينكم عشان يطلب حاجة زي دي لو عنده فعلا مشكلة في رجله ووجعاه فعلا كان هيتطلب الطلب ده من اي حد من صحاب اللي وقافين معاه غيرك انت ولكن اللي حصل انه هو لاحز من طريقتك اللي انت اتعاملت بيها معاهم انك شخص لطيف وعندك من الخجل اللي يمنعك انك ترفض طلب لحد وانه يقدر يستغلك في اي مصلحة حتى لو المصلحة دي صغيرة يدوبك على قد انك تتلفيله علبة سجاير وعلشان ما تحسش ان فيه نوع من التلاعب او صخط الامر في طلبه ونتيجة لسهزكتك حطتلك حتة مبرر مزيف بتاعت ان رجله واجعاه ومش قادر يتحرك واللي حصل انك وقعت في الفخ وابتلعت الطعام ومش بعيد كمان يكون التريع عليك بينه وبين صحابه لما رحت تجيب له علبة السجاير او خليني اديك مثال تاني اقرب عندك واحد صاحبك استلف منك فلوس وقالك ان هو هيردلك الفلوس دي كمان كم يوم كده او اسبوع بالكتير وبعد اسبوع واثنين صاحبك قطعوا ادنه ولا جايب سيرت الفلوس اللي هو خدع منك ولا فكر ان هو يرجع حملك فانت بتكرر ان الزوء مش هيجب نتيجة مع التناحة اللي هو فيها او بتفترض حسن النية ان هو ممكن يكون نسي فبتكرر ان انت تتصل به وتكلمك انك بتسلم عليه وبالمرة تطلب فلوسك فتلاقيه بيقولك معلش حصل الدنيا معي وحشة اليومين دول اديني بس كده كم يوم وانا هجبلك الفلوس لحد عندك ما تقلقش انا فاكرهم فانت بتقول تمام ماشي فبتستنى يوم اتنين اسبوع وصاحبك ده عايش في مية المخلل وسيقل عبط عليك فبتكرر ان انت تتصل به مرة تانية وتطلب فلوسك فتلاقيه بيقولك نفس البقين ان انت تتقل عليك كمان كم يوم تفضل على هذا الحال لحد ما تقفل بقى معك وتكرر انت لازم تاخد رد فعل عنيف معاه فتتصل وتقوله انا مش هقدر استنى عليك اكتر من كده انا عايز فلوسي انا محتاج الفلوس لاني في حاجة مهمة محتاجة اجيبهم بيها فيبدأ بقى صاحبك اللي من سالك ده يستخدم سلاحه الاخير معاك ان هو يستدرج عاطفتك ويقلب الترابيز عليك ومش بعيد كمان يخليك تحس انت بالزمد انك بتطلب فلوسك هيخليك تحس ان انت كانك بتطلب صدقة او حسنة او هيمن عليك وان انت الغلط انك انت بتطلب حقك ويبدأ يدخلك في الاستوانات المشروخة بقى بتاعت ان انت هتخسر اخوك عشان الفلوس اللي بيننا اكبر من كده بكتير ملعون قابل فلوس اللي يخلي اتنين صحاب يخسر بعض لو لا الظروف اللي كنت بمر بيها موقف زي ده وتفضل تنطلي كل شوية وتطلب مني الفلوس وتزليني بالفلوس اللي علي عليك كل اللي انا طالبه منك ان انت تستحملني وان اللي اقولك ما تستحملنيش هو الواحد كده بيعرف ما عادل الناس في وقت الشدة عد علي بالليلة كنت صرفت وبيعت حتى تليفوني وديتلك فلوسك سلام بينتهي الموضوع بانك ولا انت هتروح له بالليل ولا هو هيبيع تليفونه وانك تبدأ تصدق اللي هو قاله وتفضل تحطله حجج زي ان هو ممكن يكون بيمر بظروف صعبة فعلا وتبدأ تفكر جديا ان انت تسامحه في الفلوس وانك متسألوش عن الفلوس دي تاني ما هو مش قرشين برضو يعني اللي هيخصلكوا بعض ولكن بيكون عندك يقين ان الكلام ده مش حقيقي قبل ما تبدأ تحكم مع الفيديو وتفكر ان المغزى منه ان انت تبقى انسان وقح مع كل الناس اللي حواليك وما تحسش بيهم ولا بظروفهم اسمع الفيديو للنهاية افهم كلام كويس ولازم تفهم كمان ان انا اخر حاجة ممكن اكون اعيزها انك تكون انسان وقح وقليل الزوء من سمات الراجل فعلا انك تكون زوء ومحترم مع كل الناس اللي بتحترمك وحط لي خط هنا تحت كلمة اللي بتحترمك ولكن مش من سمات الراجل خالص ان هو يكون لطيف مع كل الناس لدرجة العبط مستوعب انا قصد ايه؟ يعني مع دائرتك القريبة سواء اهل او حبيبة او اصدقاء مقربين اللي انت عارفهم كويس في حياتك دول لازم تبقى معهم لطيف وده الطبيعي والغريب واللي ممكن ساعتها عدبك عليه ان انت متبقاش لطيف مع الناس دول انا بتكلم مع الناس اللي انت متعرفهمش او اللي لسه هتتعرف عليهم وما فيش ما بينكم عشم او حد من صحابك او معارفك او عريبك وانت عارف ومتأكد ان الشخص ده مسالك فأي مواجهة اجتماعية هتدخل مع ناس وتبدأ تتعرف عليهم في حياتك احتمال كبير ان واحد من الناس دي تطلع شخصية نرجسية مريض يحب يقلل من كل اللي حواليه علشان يبدأ يحس بقيمته ان هو احسن منهم ولكن الطبيعي ان هو مش هيقدر يعمل كده معك من اول مرة بحكم انك لسه جديد في حياته وما يعرفش شخصيتك فيبدأ يختبر مدى حصانة شخصيتك ويبدأ يتكلم معك باسلوب مش قلطف حاجة او يقول بعض الكلمات كده في وسط الجمل علشان ينقشك بيهم ممكن للوهلة الاولى تفتكر ان ده هزار تمام يعني عدي ولكن صدقني بنسبة كبيرة ده مش هزار هو قاصد كمحاولة منه لاضعاف دفاعاتك علشان يعرف يستخدمك امتى وازاي في المرات الجاية لما تاخده على بعض اكتر وتعرفه بعض هاكد لك على كلامي بان انا اقولهلك مرة تانية انا مش بقولك ان انت تبقى انسان وقح وقليل الزوق ولو قلتلك كده في اي فيديو من فيديوهاتي الغي اشتراكك وما اتبعنيش لازم دايما كراجل ان انت تبقى جنتلمان مع اي بنا ادم كويس وبيحترمك وفي نصيحة تانية مهمة برضو اعرف دايما مقدار اللطف المناسب اللي تديه لكل شخص في حياتك لان الكل قعدة شواز وصوابعك مثل بعضها ممكن لو وزعت مقدار اللطف متساوي بين اتنين ممكن واحد فيهم يطلع مثالك ويستغل لطفك ضدك في ازيتك واستغلالك والتاني يقدر اللطف ده ويتعامل معك بكل صدق ومحبة ويبقى كمان من عز الاصدقاء والناس المقربة لك وخليك برضو عارف ان انت على قد ما ممكن تكون تعاملت مع ناس كتير مثالك والناس دي استغلت لطفك وانك قد اي خدوم وبتحب تساعد اللي حواليك بحسن نية وبيكونوا للأسف سببولك مشاكل نفسية كتير وخلوا عندك شك في اي شخص بتتعرف عليه جديد انه هو ممكن يكون وحش او مثالك عايزك برضو تبص حواليك وتشوف قد ايه الناس اللي انت عملتهم بلطف في ناس منهم كتير بدلتك لطفك وحسن نيتك بالمثل المشكلة يا صديقي مش فيك بالعكس ولكن الافضل ان انت تكون عالف الاشكال دي كويس لعشان لما تتعامل معهم تاني تتعامل معهم صح وما تسمح لهمش باي وسيلة ان هما يستغلوك وبس اتمنى تكون استفدت من الفيديو وخليك عارف يا محترم ان اللايك اللي انت هتحطه او الشير اللي انت هتعمله هيفيدني كتير فمتترددش تعمل كده وتكتب لينا برضو رأيك في التعليقات وتكترح علينا افكار جديدة وبس سلام